يقول لك أكو واحد هاي مو نكتب والله مو نكتب بس هي تشبه النكتة ها ما تضحك أكو واحد راد يقتل زوجته شنو السبب ما تدري يجوز ما طعب خطل فاصولية مم سويت لباتشة وعجبه يقتل زوجته ويجوز اكو خلافات أخرى ما تعرف المهم زوجته تداوم بالمدرسة فالأخ حضر نفسه حتى يروح يقتلها ماذا تنعلم ؟ أخذوا بياه مسدس وأخذوا بياه كلاشنكوف واخذوا بياه ثلاث مخازن أسلحة و83 طلقة وهذه الصورة قدامكم والله والله ما داع تشدب بها مره هذا المسدس وهذه المخازن مات الأسلحة 83 طلقة وهذه السيارة السكودا مالتي مزيلا؟ كنت أدري وين رايح؟ ما تقول لي هي مرة قدرتك على مرة وفوقها زوجتك المفروضة أكو زادوا ملح وعشرة بيناتكم زادوا ملح وعشرة يعني كلاشنكوف ورايح بسكودة وثلاثة أثمانين فإنه لو ما أخذوا إياك دبابة إبرامز ومدفعية وقضايف وواقفوا قبال المدرسة وجايبوا إياك من طيارة F-16 شكوا ترى هاي السال فحتى رامبو لما زعلوا يا زوجتا ما سواها رامبو شخصيا رامبو شخصيا زعلوا إياه مرتا ما أخذها لقت أسلحة ومسدسات وكلاشنكوفات وطلقات ورايح رامبو ما سواها بسلفستر ستالون ما سواها إنت تروح تسويها على العموم الحارثة عبالكم اللي هناك وخلصت لا هو راح للمدرسة ووصل للمدرسة الشرطة ألقوا القبض عليه حلو أعاش تديكم يا شرطة زياد ألقوا القبض عليه في محلة أربيل الجديدة وهذا شخص حاول أنه يقتل زوجته وهو عشان بطريقة رايح للمدرسة ده يخطط دخل للمدرسة هدد المدير بالقتل لكن الشرطة وصت في الوقت المناسب وألقت القبض عليه وكان يحمل مسدس وكلاشنكوف مثل ما قلنا وثلاثة مخازن وثلاثة ثمانين طلقات للمدرسة وسيارة رايح سكودي بس أريد أوصل بس سرعة حتى أنفذ الجريمة وأنفذ العملية لما نلقوا القبض علي قالوا لما هاي كلاشنكوف وسدس وثلاثة ثمانين طلقات ماذا تريد تسوي؟ قالوا لا والله جاي هيتش يعني ما عندي هيتش جيات هيتش اسلم عليهم واطلع يعني هيتش سارفة بسيطة ويا زوجتي قلت احلها وياها يعني واطلع يعني ماذا عرفت تبيا وجه الان تلاقي اهلك وعمامك وعشيرتك ببيا وجه تلاقي منطقتك زوجتك الشرطة المجتمع صباح الجاف اللي قاعد دايحك الان عنك ومسويك خبر همزين مفوكسين وجهك وما مطلعين وجهك احتراما لخصوصية الشخص وايضا تجنبا لبث الفضائح يجوز يتصالح وياها بعد الشيء تصالح وواحد يوصل مرحلة يجيب فلاش مكروف وطلقاته ومسل ثلاثة 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 وياسلاح ويروح يريد يقتله عموما يتعرض كل واحد يقبل على قتل زوجته لعقوبة السجن بحسب المدة المحددة وبحسب القوانين ومن دون أي مجاملات ومن دون أي تدخلات من قبل أحد المفروض يخضع للقانون والمحاكمة والقرار والقضاء اللي راح يتخذ مجرى بخصوص هذه القضية والله يهدي النفوس وعلى كيفكم يا أخوان وهلا هلا بنسوانكم وهمنا بالمقابل يا النسوان هلا هلا برياجي لشن على كيفكم واحد ويا الثاني شكوا شكوا داخلين حرب والله احنا نشطب يومنا نقول يا الله بلكت اليوم الثاني نتعدي على خير ونكمل حياتنا ببلدنا العراق المليء بالأكشن والأحداث والله العظيم ما عارف النوب الزاد والملح ما لأي طعم بكورونا فقدت الحاسة الذوق والشم ماذا اعرف